مينا بيبدأ من إيطاليا مع الولد ده وبيحكي عن نفسه وعن عيلته وإزاي عيلته عادية خالص ومملة كمان وما فياش أي موامرات الولد بيقوله إن أبوه كان بيشتغل في بنك بس بعد ما قابل كم واحد إنجليزي فتحوا محل الأدوات مع بعض وبقوا عايشين منه بعد كده الولد بعيلته وراحوا بيجدته علشان عيد بلادها وفرح بيهم جدا بس لما كانوا ماشيين الولد نسي مكعب الريبوك بتاعه ولما راجع أجيبه إديته ظرف وقالت له ده من جدك قالت دهولك لما يبقى عنده 15 سنة بس سنة ذاكرتي بقت وحشة وممكن أنسى فاخده إنت وافتحه لما يبقى عنده 15 سنة بس افتحه لوحدك وما تقولش الحد الولد وافق ورجع لبيته هو الآن وعايز يعرف إلي جوا الظرف فراح وحكى لصاحبه وفتحوا الظرف سوا ولقوا شريد فيديو لما شغلوه جد الولد قال له يا ربي يكون عندك 15 سنة وانت بتشوف الفيديو ده لقيت حاجة مميزة في الجنينة بخبيها كويس ولو حصلت أي مشكلة لك أو لعائلتك استخدمها ساعتها بس أتلاقي معها عملة بتشتغل مرة واحدة فاستخدمها بحكمة ويارب تكون فهمتها قصدي الولد فرح جدا وافتكر إن جده ساب له كنز وراح وصاحبه حبوره في الجنينة ولو صندوق جوا درع تلاجة أو مقبض الولد افتكر إن في التلاجة في البدروم من غير مقبض يمكن يكون المقبض بتاحها وراح وجريه على البدروم وركب المقبض بس لما فيش حاجة حصلت الولد حاس إن جده كان بيهزر معاه لما الولد وصاحبه قفلوا التلاجة وطلعوا من البدروم موجات غريبة طلعت من التلاجة وراحت لكوكب تاني اسمه مارك توب الناس اللي هناك عايشين زي سنة 1940 وبسبب الدرع لي في التلاجة الولد وسكان مارك توب بيستقبلوا إشارات من الأرض فالكل اشتغل في محطة الفضاء العسكرية بتاعت مارك توب وبعتوا جندي من عندهم للأرض من خلال البوابة ووصلت لبيت الولد من نفس التلاجة الولد وعيلته استغربوا جدا مين ده وبيعمل إف بيتهم حاولوا خوفوا علشان يمشي بس لما الجندي وراهم إزاي بيعرف يتحكم في الحاجات المعدنية وبيطير كمان في الهوات صدموا ده ساحل ولا إيه الجندي قال لهم اللي شغل التلاجة هو السبب في إنه جيه هنا التلاجة بقت زي باق بيوصل بين عالمين مختلفين الجندي أخذ الكل معاه مارك توب الولد وعيلته اتفاقوا أكتر من مكان غريب جدا وفعلا رجعوا بالزمن الورى كل حاجة عندهم بقت قديمة عالم هناك حكى للولد وعيلته عن مارك توب إنه زي الأرض بس فيه بعد تاني ويعملوا بوابات علشان يروحوا بها للأرض بس لو أكتر من عشرين واحد حاول يروحوا من بوابة واحدة في نفس الوقت هيحصل ضمار كبير في الأرض العالم ورهم فيديو للقائد بيقول إن سنة 1941 200 واحد من مارك توب حاول يروحوا للأرض غلط من البوابة لو الناس دي كملت تروح للأرض في السر الكوكبين هيتضمروا وعلشانا كده بعد جد الولد للأرض في مهمة يرجع كل سكان مارك توب تاني ونجح في ده فعلا بس بعد ما راح الأرض حب جدتك وقرر يفضل هناك وطلب من رئيس مارك توب يفضل في الأرض للأبد والرئيس وافق بشرط إنه يقطع علاقته بمارك توب تماما وهو وافق علشان جدتك والرئيس نشر خبر كذب في مارك توب وقال إن جد الولد مات في حدثة وبعد كده فعلا بعتوه للأرض عشان يختفي عن سكان مارك توب تماما بس جد الولد خانهم وقبل ما يمشي عمل بوابة جوه مارك توب لسه موجودة حد دلوقتي وإحنا بندور عليها بقى أنا خمسين سنة ومعرفناش نلاقيها فقفلنا كل البوابات معادة البوابة اللي عملها جد الولد وسبب البوابة دي كوكب مارك توب عالق في نفس الزمن من سنة 1941 لحد دلوقتي ومش عارفين نتقدم بالزمن وهنا وقفوا لازم نقفل البوابة عشان الدون ترجع طبعية بس دلوقتي عرفنا من خلال التلاجة المكان اللي كان عايش فيه جد الولد على الأرض ولو دورنا هناك هنعرف مكان البوابة واللي بتوصل مارك توب بالأرض وهنقفل البوابة وننقذ مارك توب الولد وعيلته صدموا من اللي بيحصل الولد تفاجئ إن جده أصلا مش من الأرض بعد كده رجع كلهم للأرض ولما رجعوا بعض أفراد العيلة اكتسبوا قوة خارقة أخت الولد الصغيرة بقى التعرف تخلي نفسها تختفي كل تفاجئ الجندي قعدة رود رجز ومراته صوار وقال لهم لو اكتشفوا إن حد من عيلتكم عنده قوة خارقة لازم تخبر قوة دي عن سكان الأرض ولو قفلنا بوابة جد الولد هترجعه طبعيين تاني بس المهم ما حدش من سكان الأرض يعرف ولو حد شك في الصوار يبقى لونه أخضر ولو معرفتوش تسيطروا على الموقف الصوار هيبقى لونه أزرق ولو ده هيبقى آخر انظار لكم لكن لو معرفتوش تسيطروا على الموقف الصوار هيبقى لونه أحمر وساعتها تتنقلوا لماركتوب للأبد ومحدش من سكان الأرض هيعرف عن ماركتوب رود رجز ومراته تخضوا جدا لما سمعوا الكلام ده جند الدم بندقية كمان اللي هتساعدهم يحموا نفسيهم من واحد اسمه ديفيد ديفيد عايز ينتقم من عيلة الولد لأن جد الولد تسجن وقتل أبوه الجند حذرهم أن البندقية دي بتشتغل بالزناد بتشتغل بالعقل بس ولازم تستخدموا دمخكم عشان تتحكموا فيها ولازم تتخدموه على حد يتسجن فورا في سجن الفضاء الجند إنت البندقية الجوليا بس هيبتقرت طريقة رود رجز وغضبته ضربت فليكس بالبندقية والمسكين تسجن في سجن الفضاء زوجها قال لها انت عملت ايه منها يساعدنا دلوقتي وهي قلقت قوي من الغلطة اللي عملتها دي واخت الولد الكبيرة فجأة شالت كل البضايع اللي جات بيديها بقى واضح ان القوة الخارجة بتاعتها هي انها تقدر تشيل اي حاجة تقيلة بسهولة وفي ماركتوب واحد راح لديفيد وقال له عن الولد وعيلته وديفيد فرح جدا وامر رجالته يمسكوه فورا ويجبوه له عشان عيلته تدفع ثمن غلطة جد الولد في المشهد اللي بعده رود رجز راح محل الادوات بتاعه وسام اللي بيشتغل عنده قال له ان فيه سبون انجليزي جاي يدور عليه وهو قال له ان مامته تعبانة ومش هيجي المحل رود رجز فرح جدا ان سام انقذه بس افتكر ان سام اصلا ببعافش انجليزي فازاي كلمه وقال له انا قلت له ان مامتك ماتت رود رجز الجنن وقال له انت مجنون المرض اسمه سيك بالانجليزي مش دد وحطه في مشكلة كبيرة رود رجز غضب ووشه ودانه ورقبته وبقرونهم احمر كنهم هينفجر وساعتها رود رجز عارف ان دي القوة الخارجة بتاعته سام اتخده وفتكر ان رود رجز مش من الكوكب ده واول ما فكر كده اللمبة اللي في المحل بقيت لونها اخضر بس رود رجز قدر يسيطر عن موقف على طول قبل ما اللمبة تبقى حمرة وقال لسام انه تعبان بس وجسمه سخن علشان كده بقى لونه احمر ولما سام بطل يشك في اللمبة رجعت لونها الطبيعي الموقف رجعت طبيعي قوي ولما صاحب الولد راح بيت صاحبه اتخد لما لقى الكلب قاعد على الحيطة لان الكلب بقى عنده قوة انه يقدر يمشى كمان ولما صاحبه قلق اللمبة بقى لونها ازرق على طول بس الولد طمينه وقال له ان ده كله سبب التلاجة وبعدين القوة اختفت وفي نفس الوقت شفنا واحد اسمه جيمس عامل في محطة الفضاء العسكرية بتاعت ماركتوب بس هو كمان جاسوس لديفيد لما جيمس عارف ان الجند تسجن في سجن الفضاء فرح تاني لان دي فرصة كويسة يروح لرودراجز وعيلته يقول لناس الارض ان عندهم قوة خارقة وساعتها اللمبة هتبقى حمراء وهيتنقلوا الماركتوب وديفيد هيتحكم فيهم ويعقبهم براحته وفي بيت الولد قوة جدته الخارقة ظهرت هي كمان لانها كانت مرات جد الولد وبسبب ظهور قوة الكل قوتهم ظهرت هي كمان بيتقدر تتير في الهوى وفي المشهد اللي بعده الولد وصاحبه راحوا عند التلاجة ولقوا مكان يحطوا فيه عملة وافتكروا كلام جد الولد في الفيديو ان العملة بتشتغل مرة واحدة واول ما حطوا العملة في التلاجة راحوا لحمام البنات في جامعة ودي البوابة اللي كان سكان ماركتوب بيدوروا عليها بقالهم سنين جد الولد عمل البوابة دي في حمام البنات علشان لو حد هاجم الولد وعيلته يقدروا يهربوا لماركتوب من خلال البوابة دي بعد كده اقت الولد الصغير اخدت المفتاح من التلاجة وولد وصاحبه رجعوا للارض وجيمس حضر العالم ودخل البوابة وراح للارض على طول ووصل لبيت رودراكز بطيارة رودراكز وعيلته استغربه من اللي جيه تاني هنا جيمس قال لهم ان جيه مكان الجندي علشان يساعدهم والجندي مات وهو لسه يدوبك راجع من مراسم دفنه وعلشان الجندي كان قصير رمضه تحط في كيش شوكولاتة علشان كده صغير قوي الكل زعل لما سمع الكلام ده بس جيمس يكمل وقال لهم انهم لقوا بوابة جد الولد وهتتقفل قريب فما يلاقوش خالص وكل حاجة هتبقى تمام وكل فرح لما سمع الكلام ده بعد كده جيمس اخد الصغار بتاعه وحطه في الدلاب وقفله وبعد كده راح لبيت رودراكز وهو مريض عند جوليا لانها دكتورة سيا المريض اشتكل جوليا انه مستامع كويس وعايز يدخل جوه جوليا ما عرفتش ترفض لان لو حد عارف انه عنقاب تاعتهم هتبقى مشكلة كبيرة يعني كلها يفشل بس جيمس كان عايزهم كلهم يروحوا هناك فاستقبل المريض وقال له دخل هي مستنياك المريض دخل واول ما شاف اختي الولد الصغيرة هي مختفية بقى انفعها بالطاقة بس جوليا قالت له ان ده مخليك كسلان واتعدي ويهرب من السجن وكل عارف حقيقة جيمس وانهم لقوا بوابة جد الولد العالم قال للجندي انه لازم يلاقي بوابة حم البنات وقفلها ويروح لودراكز لان حياته في خطر جيمس بيحاول يوديه لديفيد باي طريقة الجند وافق ورحل الارض من خلال البوابة وفي بيت رودراكز اهل الجدة جم يزوروها وجيمس يستقبلهم وكمان مدير رودراكز يجيه لان المدير جاي يعز في الجدة بعد معرف انها ماتت بس لما شاف عايشة تفاجئ بعد كده جيمس بدأ يوري القوة الخريقة بتاعة رودراكز وعيلته للكل علشان اللمبة تبقى حمرة بس الجندي جيه في الوقت المنينة وخوف جيمس الولد قاوم بزكاء والشوكولاتة بتاعته تزانت في العربية الجديدة بتاعت اهل صاحبه فهارب من البيت علشان ينقذ حياته وجوليا اخذت البندوية علشان تضرب جيمس بس ضيعت الهدف تاني وبعتت المسكين للسجن بس رودراكز قدر ياخد البندوية درب جيمس وبعته للسجن الفضاء وسجنه هناك جوليا قدرت المريض دم نوم فنام علشان كان فيه مخدر في الدواء ولما كل ميشت دوني رجعت طبيعية تاني رودراكز وعيلته انقذت من البوابة وتقفلت وقوة الكل اختفت واخيرا بقى بشر طبيعيين الجندي بعد ما رجع لماركتوب يستقبلوه بحفاوة وفي اخر مشهد في الفيلم ديفيد بعد كده قابل السواق ولفقتهم على الرئيس وبقى هو الرئيس واول قرار اخدوه انهم مش هيسيبوه رودراكز وعيلته هيجمعوا لماركتوب علشان يعقبوهم يعني مشاكل رودراكز سيتكمل وان شاء الله نقابلكم في الجزء التاني تحياتي لكم موفيز وان